خلاف بين مزارعين على حصة مائية في أحد بساتين العبارة شمال بعقوبة أدى لمقتل شاب بآلة حادة لا سيما بأن محافظة ديالة شهدت العديد من عمليات القتل الجنائي ولعل أهم الأسباب هو غياب وضعف الإجراءات القانونية بحق مرتكبي هذه الجرائم من قبل الجهات الحكومية بحسب مراقبين هذه الجرائم أعتقد أنه الحد منها يتطلب أحكام صارمة وتنفذ الأحكام خاصة أحكام الأعدام وتكون هناك عقوبات رادعة اليوم أذا ما كان أكو خوف من القانون ما رح يكون أكو خوف من تنفيذ الجريمة عدة عوامل أسفرت عن تكرار حالات القتل الجنائي منها العامل الاقتصادي والسلاح المنفلت والذي يؤثر سلبا على التعايش السلمي في محافظة عانت الكثير أم أسباب دوافع جرائم القتل هي بالتأكيد خلافات شخصية أم خلافات على مبالغ نقدية والآونة الأخيرة يعني شيئت كثير من الحالة الضعف الاقتصادي اللي مر بيها البلاد هذا بالتأكيد ينعكس على الحالة الاجتماعية عاطلين عن العمل أيضا الخلافات يعني بين داخل القبيلة بنفسها الواحدة هذا إذا ما انتشر بين القبائل الأخرى العكاسها طبعا يكون سلبي عندك أنه السلاح المنفلت أيضا يلعب دور بالجريمة ديالة شهدت خلال الأسبوع الماضي يعني أكثر من ثلاثة إلى أربع حالات قتل في ناحية العبارة وكذلك في المقدادية وقلت لك يعني هاي المناطق طالما شهدت هذه الحوادث وهذه الحوادث تأتي يعني هي جنائية من اسمها عبارة عن حوادث قتل لأما من أجل موضوع السقي أو لأجل موضوع الأراضي أو حتى لأجل موضوع الدقة العشائرية ازدياد حالات القتل الجنائي يقف خلفها عدة أسباب منها الثأر العشائري والمصالح الشخصية والفقر ونقص الموارد بالإضافة إلى التفكك الأسري والفشل المؤسساتي في عدم توفير فرص العمل للمواطن العراقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر